كرامة المواطن المصري وقيمة المواطن المصري مهما كان عمله للأسف أنها كنا بنواجه فيها مشكلة في الفترات اللي فاتت كتير وأتمنى أنه في العهد الجديد زي ما كنا بنقول في البداية أنه كرامة المواطن وقيمة المواطن المصري تعلو لأنه مهما كان دوره ومهما كان وظيفته فلا غينة عنها ومن غيرها احنا كمان ممكن ما ناكلش وما نشربش لأنه أكيد مش هنروح نستورد أجانب علشان يزرعوننا وعلشان يطلعوننا الخضر والفاكهة ده زي هنشتغل عليه لأنه مش بس الفلاح والعامل زي ما كانت الأستاذة فاطمة بتقول دولات أستاذ خالد إنما كمان زي والإحتياجات الخاصة الناس دي كمان من حقها تعيش ومن حقها تتنقل ومن حقها تركب مواصلات ومن حقها تتعلم المرأة اللي بتعول واللي جوزها مات واللي ما عندهاش معاش عشان تربي أولاد يعني عندنا قصص وحاجات كتيرة جدا للأسف كلها قصص مأساوية إزاي هنقف قدام كل ده وإزاي هنرد لكل مواطن من دول حقه في إنه يعيش هو مش طالب أكتر من كده البداية في الحقيقة بالدستور إحنا في حالة من حالات التناقض اللي طول الوقت فيه بنتكلم حوالين عبقرية الإنسان المصري لكن بنشوف رجال الأعمال في المناطق الصناعية قد إيه بيشغالوا عمالة أجنبية وقد إيه فيه بطالة في العمالة المصرية وبنشوف قد إيه العامل المصري أو المواطن المصري لما بيخرج بره بيشتغل وتتاح ليه فرصة من التكافؤ بينه وبين أي أجنبي قد إيه بيتفوق العامل المصري عامل الماهر والمواطن المصري كل اللي هو محتاجه مجرد فرصة حقيقية وأنا أتحدى كل رجال الأعمال اللي بيتشدقوا أن العامل المصري ما بيشتغلش هاتعمل مصري وحطه في اليابان حطه في مصنع مع العامل الياباني في نفس الظروف وعلى نفس المكانة وتعالى إيه إنتاجه هيطلع إنتاج زي ولا المشكلة مش في المواطن المصري المشكلة في سوء الإدارة المشكلة في الرغبة في تكسيف استغلال العمال والفلاحين للوصول لأكثر ربح ممكن إحنا عندنا مثلا من النمازج اللي إحنا حرصين إحنا نشتغل حولين منها البحيرات والبحار والصيد إحنا عندنا الصيادين وفقا للقانون المفروض الصيد ما يبقاش بماكنة يعني وإنت بتركب مركب ما يبقاش في مكانة لأن المكانة دي معناها مكانة الكهرباء أو الديزل إنك بتقدر تقطع مسافات واسعة جدا وبالتالي تأخذ من خير البحيرة كتير جدا الصيادين ما فيش قدامهم غير الفلوكة فقط إحنا قدام بحيرات رجال الأعمال بينهبوها والصيادين الغالبة ما بيلاقوش أي فرص لابد أن يبقى فيه حماية حقيقة الصياد دا لو طلعوا ملقاش شغل الصياد دا لو مات أولاده يعيشوا إزاي إحنا محتاجين نظرة اجتماعية داخلوا الدستور المصري لهذه الفئات استحالة يبقى الأمر على ما هو عليه تبقى أمريكا اللي هي من أهم الدول في العالم لم تكن أهمها على الإطلاق بتدعم الفلاح في أمريكا وإحنا هنا الفلاح بنموته لا بتدعمه في الصحة بتدله تقمين صحي حقيقي ولا بتدعمه في المحاصيل اللي هو بيزرعها ولا بتساعده في عملية التسويق وحتى لما بيبقى عايز قرد منك بتشنقه بتدري رجال الأعمال الكروض اللي عايزينها بدون الضمانات وبتيجي على الفلاحين والفقرة اللي ممكن يبقى يعني ساعات بيعمل قرد عشان يجاوز بنته لأنه ما فيش مصدر دخت فبتعمل معاه يعني كل الضمانات وكأنه هربان اللي هو مالوش أصلا في الدنيا دي كلها حتى ممكن يبقاش معا جواز صفر مالوش ألا البلد دي مش هيروح في حتة تعليم لابد إن ده يبقى في مرعالي للدستور أنا بقول أهمية المبادرة في إيه مش هيحصل ده إلا أن يشارك بنفسه العامل والفلاح ومتحد الإعاقة والصياد والعمل في المناجم والمحاجر في وضع هذا الأمر أولها عوضة الطابع الاجتماعي لعلاقة العمل علاقة العمل ماهيش سلعة معرضة لفكرة سوق العرض والطلب مش من حق أي رجل أعمال إنه يفصل العمل بمزاجه مش من حق أي رجل أعمال محتاجين إعادة سياغة في قانون العمل نفسه إنه لما العامل لا ماهده هتبقى ضمانات في الدستور إن العامل لما ياخد حكم قضائي يفشل في تنفيذ الحكم القضاء ويستطيع صاحب العمل إنه يدي له تعاود شهرين عن كل سنة طيب ما ده بيخلي قدام مننا إن العامل مجبر على قبول بشروط عمل سيئ إحنا محتاجين كل الحاجات دي تتحط في الدستور محتاجين المواطن المصري يدافع عن نصوص الدستور الدستور ده مش وثيقة هتبقى في الفضة مايش مهمة لحياتك الدستور ده هيحدد مستقبلك ومستقبل حياتك ومستقبل ولادك لمدة خمسين سنة لقدام علينا الرقب وعلينا مبادر نشوف إيه هي الحماية اللي إحنا عايزين ونقول إحنا عايزين منه إيه ونقول إحنا عايزين منه إيه جميل كتبنا المبادئ وعملنا الوثيقة المجتمعية وهنوصلها إزاي بقى المجلس الشعب هي دي بقى النقطة يعني هنوصل إزاي الوثيقة المجتمعية بعد ما نعمل ورش عمل لمجلس الشعب هل ده هيكون عن طريق لجان هل ده هيكون عن طريق مثقفين سياسيين يعني هتوصل إزاي توصلها لمجلس الشعب إحنا مفكرين في طرق كتير جدا إزاي بقى أسهل طريقة فيها إن إحنا زي ما عملنا في قانون العمل وزي ما عملنا في قانون الحريات النقبية ناخدها ونوديها لأعضاء لمجلس الشعب نفسه الرئيس مجلس الشعب نفسه بس احنا عندنا طريقة تانية في توصيل صوت أصحاب المصلحة احنا حطين خطة أما نحط الوثيقة عن طريق العمال والفلاحين والصيادين ومتحد الإعاقة والنساء وغيرهم من الناس احنا مش هنعمل الوثيقة نقول لهم اتفضلوا يا بتوع مجلس الشعب يعني خدوا بيها أو ما تاخدوش بيها احنا هننزل نلف بيها في القرى وفي المصانع وفي الشركات وفي الإدارات المختلفة هنعمل مؤتمرات وهنعمل أعداد إن شاء الله أعداد صغيرة علشان نتناقش مع العمال والفلاحين وكل الفئات دول في هذه الوثيقة لأنه الوثيقة دي هيتاخد بيها أو مش هيتاخد بيها زي ما الأستاذ خالد كان بيقول أنه أصحاب المصلحة نفسهم يتبنوها لازم يبقوا طرف في هذه المعادلة معادلة الدستور لو سبناها لمجلس الشعب لوحده أو للجنة اللي هتتشكل لوحدها أنا أشك أن هي هتبقى منحازة ضد هذه الفئات عشان كده هذه الفئات لازم تبقى طرف في الموضوع بيضغط من أجل أن دي حقوقنا وإحنا عايزينها لازم تبقى موجودة في هذه الوثيقة لازم الناس اللي انتخبوا الناس بتوع مجلس الشعب واللي هيختاروا اللجنة التأسيسية يضغطوا على الناس اللي انتخبوهم ويقولونهم إحنا انتخبناكوا عشان الحاجات دي إحنا ما انتخبناكوش عشان تيجوا تحطونا دستور أو تحطونا قوانين ضد مصلحتنا لأنه الثورة دي قامت أصلا علشان حال البلد دا يتعدل الميزان اللي معوج لصالح أصحاب الأعمال ضد كل الفؤرة في الوطن دا لازم يتعدل الناس اللي مزنوا من مدان التحرير وماتوا وتعوروا نزلوا مش نزلوش بس عشان الحرية وعشان النزيح حسن مبارك نزلوا عشان ولادهم يتعلموا كويس ويتعالجوا كويس ولما يتعلموا ما يعودوش جنبهم في البيت يشتغلوا ولما يشتغلوا يشتغلوا بأجر يكافهمهم أولادهم في شروط وظروف عمل كويسة نزلوا علشان الفلاحين اللي بيحصلوهم من حبس ومش قادرين يعيشوا حتى وسطهم مش واصل وسطهم مش قادر يوصل لأي حد لا الثورة دي قامت علشان الدنيا دي تتغير وعشان موازين البلد دي تتغير لصالح الفئات الاجتماعية الأغلبية الفئيرة في هذا الوطن أستاذ خلت تتوقع إيه من الجهات المسؤولة وتتوقع إيه بعد كتابة هذه الوثيقة المجتمعية ومنقشتها مع رجال الأعمال أو مع المستثمرين أو مع المثقفين يعني أيا كان إيه الجهة ولكن في الآخر في جهة مسؤولة وحدة هي اللي هت يا إما هتدعم هذه الوثيقة يا إما كأننا ما عملناش حاجة إحنا في البداية في البيان اللي طلع وفي الاجتماعات اللي عملناها وجهنا الدعوة لكل الفئات الاجتماعية والمدنية في المجتمع وما وجهناش الدعوة لأحزاب السياسية لأن كل حزب سياسي ليه برنامجه الخاص هيبقى عايز أنه يحط فكرته وهو وهيبقى فيه تصارح حزبي وجهناها لأصحاب المصلحة وبعد الانتهاء من هذه الوثيقة في مجموعة من اللقاءاتها التم مع الأحزاب ومجموعة من اللقاءات هتتم مع باقي الفئات الاجتماعية الأخرى زي المثقفين والإعلاميين وكتاب الأعمدة محددين أشخاص محددة؟ آه طبعا فيه قوي زي ممكن نعرف منهم؟ يعني أكيد الأستاذ فاهمي ويدي الأستاذ سلامة أحمد سلامة الدكتور جلال أمين يعني غيرهم من كل الدكتور علي الأسواني يعني مش عايز أقول أسماء عشان ما ننساش بس هنعرض هذه الوثائق عليهم الوثيقة دي لما هتنتهي هنتوجه بيها للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور هنتوجه بيها لمجلس الشهورة ومجلس الشعب هنتوجه بيها للوزارة وهندعو النقابات العملية والنقابات الفلاحية وقت صياغة وصيقة الدستور المصري أنهم يبقوا متواجدين أمام المكان اللي بيجتمع فيه الجمعية التأسيسية الوضع الدستور لابد أن تبقى فيه رقابة شعبية نصوص الدستور دي نصوص خطيرة جدا متواجدين بشكل عامل إزاي يعني فاندم معنى الشهور معتصمين بيتظاهروا بيتابعوا المناقشات مادة مادة لابد أن يبقى فيه رقابة شعبية حقيقية على الدستور مش معنى أن تم اختيار جمعية تأسيسية أن الجمعية تأسيسية تشتغل هل الرقابة دي ما تصلحش إلا لإذا كان فيه اعتصام أو إذا كان فيه تظاهر قدام هذه كل أشكال الرقابة كل أشكال الرقابة ده يعني إحنا ممكن نحط ممكن يبقى فيه مثلا ناس متواجدة جوة بترائب ده وارد ده نوع من أنواع الرقابة بس إذا طلبنا إن إحنا نعتصم أو إذا طلبنا إن إحنا نتظاهر طب حالحارتك شايف إنه ده برضو مطلوب وإلا ممكن نرائب بشكل مختلف طبعا التظاهر والاعتصام هي أنجز وسيلة أنجز وسيلة للرقابة وبالتالي هي كمان ما هيش دلد فكرة إنه نبقى فيه رقباء في الداخل المنظرية بس مش هنعطل حاجة برضو ما إحنا عايزين نرائب من غير ما نعطل حاجة يعني والله لو هعطل لمدة ساعة عشان مستقبل خمسين سنة لقدام تعطل الساعة أو يعطل اليوم في النهاية أنت فيه أولويات إحنا قدام أخطر وسيط أنا مش مع أنا مش لد المرائبة أنا مع المرائبة طبعا جيت لا أنا في النهاية أنا في النهاية ببص على الأولويات ما أنا ما ينفعش أبقى نايم وبيتعم يعني هقول لحضرتك عليها مثلا خريطة الخريطة اللي حد دلوقتي قاعدين نناقشها بتاعة انتخابات الرئاسية الأول ولا مجلس الشعب الأول ماشي لمجلس الشعب ولا مجلس الشورى كل ده الأزمة دي حصلت ليه لأن نتعمل الإعلان الدستوري وتحت ضغط يلا عايزين البلد تستكر عايزين نعمل تم الموافقة على الإعلان الدستوري هو في خريطة للوضع الانتقالي ما تمش مناشح حقيقية حوالين مننا ماشي وتم الزج بالجموع بتاعة الناخبين أن الموافقة بنعم هي اللي هتؤدي الاستقرار وبالتالي ولم يجي الدستور يتحط تحت أي ضغوط بقى ما ينفعش أن أنا أقول يلا ناقش إنجز عايزين نخلص لا ده غير مقبول بالظبط لأن ده معناه مش كل عام الشعوب بتضع دسترة الدستور ده مش هتقل المدة بتاعته يعني عن 30-50 سنة عشان نقدر نغيره وبالتالي منقشته أمر حيوي مش مجرد منقشة عادية هتعدي وخلاص لا ده هو اللي هيحدد كل شيء في النظام السياسي والنظام الاجتماعي لأ هذا الوقت